أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائن يقول من قال عنه أحد المفكرين إنه علماني أو لبرالي إيش معنى اللبرالية؟ الله ما أدري حرية بهيمية ولا حرية شرعية كانت بهيمية هي كفر أما إن كانت حرية شرعية في حدود الشرع فلا بس الناس أحراروا لله الحمد في أنسابهم وفي أمورهم في حدود الشرع في أموالهم أحراروا في أموالهم أحراروا في أنسابهم في حدود الشرع الحرية ماهم مطلقة حرية مضبوطة بضوابط الشرع نعم أحسن الله إليكم يقول في تتمة سؤاله والحكم ما هو للمفكرين في هذا الحكم للعلماء فكر ما هو بعالم ولا يوخذ كلامه نعم اقرأ علينا بديث السؤال شو كون نعم يقول السلام كالله من قال عنه أحد الفكرين إنه علماني أو لبرالي هل يشهد له بالإيمان أو يدخل في دائرة الإيمان وما واجب ناتجاهه وهل نبغضه مثل ما ذكرنا لكم إذا كان يعتقد الحرية المطلقة غير مضبوطة بضوابط الشرع إنه حر يسلم ولا يكفر أو يتزوج أو يزني إنه حر ولا أحد يحجر عليه هذا كافر أما إن كان يقصد الحرية التي أعطاها الله له في ماله في أهله في أموره التي في حدود الشرع في نسبه إنه حر ما هو برقيق هذا لا بس إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة